موسيقى أهلا وسهلا فيك سارة أهلا وسهلا فيك نورت صباحنا صباحك يا رب أهلا وسهلا فيكن نورت صباحنا مدام سارة حضرتك معلمة وإبراهيم أي صفية إبراهيم؟ تاني تاني تالت حلو كتير طيب أول شي بدنا نسأل حضرتك بداية أمنا نرحب فيكن ونسأل كيف اكتشفت موهبته إبراهيم من عبره ثلاث سنين وشوي بيغني بيغني لحاله سمعتي واكتشفت موهبته يعني أخذتي لعند أستاذ ولا سماعي لا سماعي لحال حلو كتير سماعي لحال شو حال بتسمعنا إبراهيم؟ الأنا على الفنانة شيرين عبد البغا يا لطي حافظ تفضل سماعي لحالة شيرين عبد البغا 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 يا بتفكر يا بتحس اللي ما فيك توقف ضلس ولا فيك تاخد كل شي لأ واحد منهم بس يا بتفكر يا بتحس اي شخص عمده نقص لو قد ما بين كامل تأكد بده اشياء كتير عندك يا هو مش سائل دنيا ما بتكمل مع حدا شو نحنا ما بنستاهل بس اوقاته بتظلمنا وعم يطلع ظلم عادل يا بتفكر يا بتحس لا ما فيك توقف بنص وانا فيك تاخد كل شي نقي واحد منهم بس يا بتفكر يا بتحس لا ما فيك توقف بنص وانا فيك تاخد كل شي نقي واحد منهم بس يا بتفكر يا بتحس برافو مو بس يعني هيك صوتك شو هالحفظ عنده شغف يعني هيك صار بعالم تاني يعني صوت عن جد فيه خامة بس برأيك مثلا ما بعرف هي سماعي يمكن منعرف انه الوالد بيغني يمكن من ابو بس برأيك يمكن لو كان فيه تدريب خاصة بهالعمر الصغير انه بيغني بهذا الانسجام ما كان بيكون الصوت يمكن هلا بيتدرب مع ابو اقوى بيتدرب اوقات يعني حرام هيدا الموهبة ما تكون عم تتدرب طبعا اكيدا لا بيتدرب هو مع ابو وهو عنده شغف لهذا الشي حب لهذا الشي حب لحفظ الاغاني حتى عنده حفظ الاغاني على عمره كتير عم ممتاز ممتاز اي ممتاز بتحب شيرين انت براهي شيرين عبدالوهاب شيرين عبدالوهاب يعني بتحبه لشيرين انت بيلون كتير اكتر مطرب تسمع له كمان غير شيرين اللون التاني يعطيهم اللون التاني لا لا قبل ما يغني بنا نعرف مين اكتر مطرب هو بيحبه هو حافظ شيرين عبدالوهاب غير شيرين له اي مرهج ايه كمان اياد اياد شو ايه ايه بتغني لهم بيحبوا صوتك ايه شو اكتر مادة بتحبه يعني بس تكبر حابب تصير هيك مطرب مشهور ولا شو حابب تصير بس تكبر مطرب مطرب ماشا الله بتحب الموسيقى انت يعني وقت اللي بتجي من المدرسة بتغني بالمدرسة ايه بغني شو بيقلولك المعلمة شو بتقلك والتلاميذ اللي معاك شو بيقلولك بيقلولك كويس حلو ايه تحب تشارك بمسابقات وهيك وتفرجين للعالم صوتك ان شاء الله بتغني هيك قدام العالم ايه طيب خلينا نسمع شو حاب بتسمعنا هلأ براهي مقطع صغير افضل حبيبي هوا يا طوالت تعالى شوفك مماتت لو بعد لحظت أخارتنا في سموت القابية بالحلم شفتك رجعت بستني وبشوق حضانت من نومنا لما قعدت لقيت البوسبية اشوفك اني تمنيت عطرك اشو ما ياريت اشوفك اني تمنيت عطرك اشو ما ياريت على شوفي تتذكرت تتوسى لنتبية تتوسى لنتبية والله من يوم السفر تغلتني بالنار احترك ترتعبت ولا صدق حيلة نام وظلبية اشوفك اني تمنيت اشوفك اني تمنيت عطرك اشو ما ياريت اشوفك اني تمنيت عطرك اشو ما ياريت تحب العراقي؟ يا عين حبيتك لا بك تسمع على ريم عراقي أنا بحبيتك كثير تجاهز لنا شي عراقي؟ لأنه ريم بتحب العراقي ما أنا مجهز المرة الجاية ريم بيجاهز لك رنية عراقي بس تسمعنا لسه؟ محضر لنا لسه شي؟ طب شو حابب تسمعنا؟ انت زعلان مني تفضل والله إن إحنا ما زعلانين انت زعلان مني منك سئلان عني لو تعرف بس إني بعدك رح موت قلبي تعبان بدو تبقى على طول حدو قلبك إلي ردو انت ومبسوط تنساني وأنا ما بنساك تجرلي وأنا بدياك يا حبيبتا على قلبتا أنا ما بدي عمري بلاك بقول تروح وتغيب تترك لي قلبي غريب جروحي ما بطيب إذا كنت بعيد بقعد ما حالي بسير تفكر بإشي كتير شو بتعملي التفكير في كل بعيد تنساني وأنا ما بنساك تجرلي وأنا بدياك يا حبيبتا على قلبتا أنا ما بدي عمري بلاك يا عين يا عين يعني أبدا ما زعلنا نحنا مبسطنا كتير 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 نحنا هل أزعلانين ديما لأنه خلص وقتنا بس نحنا كتير مبسوطين بالأغاني ومبسوطين فيكم نتمنى لك أنك هيك تسبق أنجوم السماء إن شاء الله والله يخلي لك يا يعني ما شاء الله عنه وشو حابة تقلنا بآخر اللقاء شو حابة تقلنا شي حبيتنا حبيتنا ونحنا حبينا كتير أهلا وسهلا فيكم نورته أهلا وسهلا فيك يا مدام صارة أهلا وسهلا فيك إبراهيم ورح نلتقي هيك قريبا بعد ما تكون هيك عامل شي حفلة إن شاء الله أو شي أغنية خاصة أو مشارك بشي مسابقة لأنه أكيد مستقبلك رح يكون حلو مثلك الحلو بإبراهيم إنه حافظ اللحن وين بيوقف يعني عم بيقلد بصوته خليلك يا إن شاء الله بتشوفيه بأعلى المراتب إن شاء الله بتشوفك هيك مطرب مشهور يا إبراهيم نورت صباحنا نورتي صباحنا مدام صباحكم أهلا وسهلا فيكم